نظمت القوات المسلحة دورة تدريبية مشتركة بمعهد المهندسين العسكريين مع الجانب الألمانية للعناصر المشاركة ضمن قوات حفظ السلامة واتضمنت دورة تدريب عناصر المهندسين العسكريين القائمين بتنفيذ مهام البحث والتفتيش عن العبوات الناسفة من خلال المحاضرات النظرية والعملية لأحدث أساليب التعامل مع العبوات الناسفة واختتمت الدورة بتنفيذ استعراض لما تم من أنشطة خلال فترة التدريب التي عكست مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة في التدريب من مستوى راق يأتي ذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والألمانية في العديد من المجالات العسكرية وفي إطار حرص القيادة العمل قوات المسلحة على الارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة ترجمة نانسي قنقر